نقل الأكسجين والضغط الجزئي للأكسجين طيب كيف تتم عملية نقل الأكسجين بداية هاي عملية النقل بتصير بين جهازين اللي هم جهاز الدوران والجهاز التنقسي زي ما بنعرف ان هذول الجهازين رح يصير في عمل مشترك بيناتهم اللي هو ايش؟ اللي هو تبادل الغازات طيب كيف رح يصير في عمل مشترك بيناتهم؟ بالبداية الجهاز الدوران هو اللي بتكون من القلب والأوعية الدموية وبتكون من الشعيرات الدموية والجهاز التنفسي اللي بتكون من القصبات الهوائية والرئاتين وبنهاية القصبات الهوائية طبعا شو رح يكون فيه حويصلات هوائية وعلى فكرة كلمة حويصلات هوائية رح كثير تمر معنا طيب الآن عملية تبادل الغازات بين الجهاز التنفسي وجهاز الدوراء يا ترى كيف تتم هذه العملية وبمساعدة مين وما العوامل التي تساعد على هاي العملية طبعا أول إشي الرئتين بنهايتها في حويصلات هوائية هاي الحويصلات الهوائية مباشرة محاطة بشعيرات دموية هاي الشعيرات الدموية شو اللي بصير فيها بينها وبين الحويصلات الهوائية يا ترى الحويصلات الهوائية لما إحنا نستنشق الهواء شو بكون جواتها بكون جواتها مجموعة من الغازات زي إيش زي الأكسجين زي ثاني أكسيد الكربون زي الهيليوم أشياء كثيرة فهذول كلياتهم نحكي عنهم خليط من الغازات ومنحكي عنهم ضغط كلي لهالغازات طيب الأكسجين لحاله شو بنحكي عنه؟ اللي رح نحكي عنه لحاله اللي هو الأوتو هذا لما نستنشقه وما نستنشقه لحاله لكن هو لحاله هون شو بنحكي عنه؟ بنحكي عنه ضغط الجزئي للأكسجين اللي هو P-O2 P يعني pressure فالضغط الجزئي للأكسجين هو جزء من خليط من الغازات هذا الجزء مجموعة من الغازات رح يكون داخل الحويصلات الهوائية والجزء لحاله اللي هو الأكسجين فالضغط الجزئي لأي غاز هو عبارة عن جزء من مجموعة من غازات معينة من الضغط الكلي لهذه الغازات طيب هذا الأكسجين وين رح يروح بعد ما يتجمع هون؟ بعد ما يتجمع يعني زاد تركيزه طيب وبس يزيد تركيزه يعني زاد الضغط الجزئي له فالضغط الجزئي لغاز الأكسجين داخل الحويصلات الهوائية رح يكون عالي وعلى فكرة الضغط الجزئي هو العامل المهم لدخوله إلى الشعيرات الدموية طيب بعد ما يدخل إلى الشعيرات الدموية رح يمر بطريق يا ترى هاي الطريق شو هي؟ شو الطريق اللي مر فيها؟ طبعا هاي الحويصلات الهوائية فيها خلايا طلائية ورقيقة والشعيرات الدموية كمان فيها خلايا طلائية وكمان رقيقة هذول الخلايا الطلائية الرقيقات بساهم في عملية تبادل الغازات إذن رقة جدران الحويصلات الهوائية ورقة جدران الشعيرات الدموية وكمان شو فيه؟ كمان احتواء الدم أو احتواء الحويصلات الهوائية هاي الحويصلات الهوائية فيها مساحة واسعة هاي المساحة الواسعة بتخلي عملية تبادل الغازات تحدث بكمية أكبر ليش؟ لأنه رح يدخل من هون أكسجين ومن هون وعلى فكرة بس نيجي لحصة ثاني أكسيد الكربون رح يطلع ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية تمام الآن هاي عملية تبادل الغازات اللي بتساهم فيها أربع عوامل نحكيهم رقبة جدران الحواصلات الهوائية مساعة سطحها الواسعة رقبة جدران الشعيرات الدموية وبالنهاية احتواء الشعيرات الدموية على كميات كبيرة من الدم لكن الأكسجين بعد ما يدخل إلى داخل الشعيرات الدموية يا ترى شو اللي رح يصير فيه وين رح يروح وشو الطريقة اللي بمر فيها هاي الشعيرات الدموية الدم جاي فيها من وين؟ من الشريان الرئوي هذا الشريان الرئوي اللي بدخل الدم فقير الأكسجين على الشعيرات الدموية المحيطة بالحواصلات الهوائية دم فقير أكسجين داخل إلى الشعيرات الدموية عبر ايش؟ عبر الشريان الرئوي إذن ماذا ينقل الشريان الرئوي؟ ينقل الدم فقير الأكسجين لوين؟ على الرئتين طيب بعد ما يروح على الرئتين رح ينتقل الأكسجين من الرئتين إلى الدم طيب طريقين رح ينتقل إيش هم يا ترى؟ أول إش الدم هنا فيه خلايا دم حمراء داخل الدم وفيه بين هاي خلايا الدم الحمراء السائل يسموه بلازمة دم فأول إش داخل خلايا الدم الحمراء رح يرتبط بمركب اسمه الهيموغلوبين بنسبة 98% وكمان رح يذوب في بلازمة الدم بنسبة 2% يعني لو كان عندي 100 جزيء من الأكسوجين 98% رح يرتبط داخل خلايا الدم الحمراء بمركب الهيموغلوبين و2% رح يدخل ويدوب في بلازمة الدم تمام هيك ما نكون عرفنا كيف ينتقل الأكسوجين إلى داخل الشعيرات الدموية والطرق اللي بمر فيها طبعا واللي بحدد انتقاله إلى داخل الشعيرات الدموية اللي هو الضغط الجزئي للأكسوجين حيث أن الضغط الجزئي للأكسوجين رح يكون هون عالي فبالتالي لما يكون ضغطه عالي داخل الحويصلات الهوائية رح يكون تركيزه عالي فرح ينتقل من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض وين الشعيرات الدموية طيب بعد ما ينتقل الأكسوجين للشعيرات الدموية رح يكمل مسيره إلى باقي خلايا الجسم ورح يتوزع داخل خلايا الجسم المختلفة ورح نتعرف الحصة الجاي كيف ينتقل إلى خلايا الجسم